السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مصر رضا والبيومي من قناة انجليز اونلاين اهلا بكم حبيبي ابطال الصف الاول الاعدادي في بدون ناردة بازن الله هحل معاكم النموذج التالت من مذكرة المعاصر المراجعة النهائية اللي لسه نزلة خلال الايام اللي فاتت اللي هسيب لك لينك تحملها بإذن الله في اول تعليق اسفل الفيديو وكمان هسيب لك لينك قائمة التشغيل اللي هتلاقي عليها حل المذكرة بالترتيج قبل ما نبدأ حل الاسئلة بأكد عليكم بس ضروري تدعمونا باللايك والتعليق والاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس واي حاجة عاصف تصفصر عنها او وقف عليك مثلا في حل الاسئلة سيب تعليق بإذن الله وهتلاقي الرد على طول على تعليقك يلا بينا كده ونشوف أول سؤال معنا في الاختبار اللي هو بيكون سؤال الاستماع ممي جدا أولاد عشان تلاقي السؤال ده وسهل عليك وأكدت ده في الفيديوهات اللي فاتت ان انت لازمة تقرأ نص الاستماع قبل ما يقرأ عليك المدرس الجزء اللي هو خاص بالاستماع يبا لازمة تقرأ الأسئلة يعني تعالي كده نعمل بروفة كده كم عمر تامر يعني يعني تامر بعيش فيه أنا عارب برضو بعيش فيه تامر has وقاب لهنا brothers عنده كم أخ يعني تامر lives with his تامر بعيش مع مين اسمع بقى كده وهتلاقي الموضوع سهلي جدا طيب يبا أول حاجة احنا قلنا ان تامر ده عنده كم؟ تان عنده عشر سنوات تامر بعيش فيه؟ احنا قلنا ان هو بعيش فيه؟ بعيش مع علتو في لقصر مش كده وبالتالي هنا ايه؟ هنختار لقصر عنده كم أخ تامر؟ احنا قلنا ان هو عنده two brothers أخين وبالتالي هنختار two وفي الآخر بقول لي بعيش مع مين؟ طبعا بيعيش مع مين؟ مع الفاملي مع العائلة السؤال التاني معنا في الاختبار ده بيكون سؤال اداله مهم جدا تقرأ الجملة اللي بلسه دي اللي بتكون فوق الايه؟ اللي بيكون فيه فوق المحادسة بتعرفك المحادسة كده بشكل عام بتتكلم عن ايه؟ غير ان كمان اوقات كتير او بناخد منها اجزاء بنحطها في الاجابة هنا هنا بتكلم نور وبتقول له hi نور how was your holiday؟ كيف كانت اجاستك؟ وطبعا زي احنا عارفين ان السؤال ده دي المواصفات الجديدة بتاعته اللي انت بتحط الاجابة كلها وبتحط السؤال كله بدون مساعدة فهنا بتقول ايه؟ hi هنا طبعا هترد هنا تقول لها اجاستك كانت كذا كذا طبعا هترد اكيد وتقول لها it was وممكن نقول مسلا وليكن it was great it was fantastic وهكذا فخلا مسلا نقول لي it was fantastic كانت رائعة بعد ما قالت هنا it was fantastic كانت رائعة فهنا هتسألها بسؤال التانية نور قالت لها I went to France انا ذهبت لفرنسا يبقى اكيد هنا بتقول لها اين ذهبتي طيب اين يبقى هنسأل محتاجين هنا نحط الفعل المساعد سواء كان do او does او did مش كده هتبص على فعل الاجابة لقيته ماضي زي كده يبقى احنا هنسأل بايه بwhere did وحول you اللي هي الاي الى you وبعد كده اجيب المصدر من الفعل الاساس بها اللي هو go حاول اعرفك اوات ان انت ازاي تكون السؤال اصلا يبقى where did you go اين ذهبت I went to France بتسأل هنا سؤال بقى السهل جدا لما تلقى سؤالك بده و does و did و is و are كل ده تجاوب عليه ب yes او بن no did you visit the Eiffel Tower وننتقى Eiffel do you visit the Eiffel Tower هل انت زورتي برج اللي هو برج بناحنا بقول عليه بالعرب يعني برج Eiffel طبعا المفروض هنا هتقول ايه هتقول نعم ده انت رحت فرنسا اكيد زورته يعني وبالتالي هتقولي yes I did هتقولي تب لو انا عاوز اقول نو يا مستر قل لك ما فيش مشكلة ولكن هو الافضل ان احنا نقولي yes I did هترجع هنا بقى هانا تسألها سؤال وبتقول لها ايه هنا او الاجابة هنا بتقول yes I enjoyed my time there نعم استمتعت بوقتي هناك هنا بقى تحذف ايه تحذف yes او نوعا متن بتحذفها وتشوف يا طرق احنا هنبدأ هنا ب do ولا does ولا did الفعل هنا ماله في الماضي يبقى السؤال هنا يكون بادئ بد وبعد كده بحول زا ما قلنا اليو الى اي واجب المصدر من الفعل اللي تحت ده وتكمل الاخر بقى تبقى تقول لي بقى did you enjoy وتحول my الى your did you enjoy your time there هانا استمتعت بوقتك هناك فطبعا ردت هنا زا ما احنا شايفين كده نعم انا استمتعت بوقتي هناك قالت لها when did you come home يعني متى اتيت للمنزل انترجات للبيت امتى ممكن تقولها مثلا اليكن الاسبوع الماضي بس عشان اخلي اجابة كاملة هتبدأ هنا ب i وبعد كده اخلي ده ماضي واقول i came اتيت في الماضي بقى i came home انا اتيت للمنزل وليكن مثلا last week الاسبوع الماضي تعالوا بقى دلوقتي هنحل مع بعض سؤال الفقرة اللي طبعا بيجي عليها زا ما احنا عارفين ثلاث اسئلة choose وتلاث اسئلة مقالية طبعا كده يلا نشوف وقبل ونقرأ الاسئلة كده نشوف الفقرة لانا نعارف ان في بعض الطلبة بتكسل وبيتحاول تكره السؤال وتقعد تدور على اجابته طب ليه تعذب نفسك انت الصح ان انت تكرأ جزء جزء وتقول المعنى نفسك كده عشان تطلع في الاخر فهم كل حاجة وتعرف تجاوب على اسئلة بشكل صحيح يبقى الصف اللي فات انا قمت باية باية دورة تعليمية اللي احنا اقول عليه كورس يعني خدت كورس كده في اللغة الانجليزية في الاجازة ده كان فين في المدينة المثيرة اللي هي لندن قضت وقت رائع في مدرسة اللغات وذير هنا عايدة على مين عايدة على مدرسة اللغات او عايدة على لندن صح كده عايدة على لندن ولانا كنت هناك فور تو ويكس لمدة اسبوعين كانت حاجة لطيفة ورائعة ان انا قابل طلاب من دول مختلفة ودي طبعا ممكن ان تقول كاسل او كاسل اللي تنمصح طبعا المكان المفضل بالنسبة لي هناك كان هو قلعة ايه ويندسور بقول انا تعلمت لغة الانجليزية بشكل كويس جدا بشكل جيد المحلات بتاعت لندن كانت رائعة واشتريت هداية تسكرية كتير يعني اكتر نشاط كده كان مفضل بالنسبة لي هنا هو ان انا ايه ركبتي على او ركوبتي على اللي هي حاجة لندن وطبعا عارفينها ليه بقى لان بقول هنا او اللي بتتكلم بتقول ان انا شوفت منظر طبيعي جميل للمدينة من القمة من قمة عاجلة لندن دي وعدي كده بدولي كانت حقا زيارة رائعة يعني كلمة different is the opposite of هي عكس كلمة ايه طبعا احنا عارفين ان ال different مختلف يبقى عكسها ايه the same وthe same يعني نفس الشيء يعني النشاط المفضل للكاتب اللي كان بيكلمنا هنا كان ايه on the London eye طبعا ايه كانت ايه a right a right on فين ديت اهي ونمبر ثري بقول هنا the underlined word there كلمة there اللي هي معناه هناك بتشير لمن احنا قلنا بتشير للندن الاسئلة بقى المقالية هنا بقول لي give a suitable title for this passage والسؤال ده ده من رجيلك اعطي عنوان مناسب للفقرة طبعا العنوان المناسب للفقرة ما سكور في اول سطر اللي هو ايه a holiday course in English تحديدا in London ممكن اقول لي a holiday course in London يعني آآ دورة او الكورس الاجازة في آآ في لندن طبعا انت ممكن تقول a holiday course in English او زي ما قلت كده a holiday course in London what was the writer's favorite place ايه المكان اللي كان مفضل للكاتب طبعا المكان المفضل هو قاله اللي هو وينسور كاسل اللي قلعة ايه وينسور في نمبر سيكس هنا بقول لي what was the writer's opinion يعني ما آآ كان رأي الكاتب about his visit to London عن زيارة لندن كانت رأيه في الزيارة ايه هو قاله وفي الآخر it was really a wonderful visit كانت حقا زيارة رائعة السؤال اللي معنا بعد كده ده السؤال تعال كده يلا نشوف العشر جمل ونشوف الأسئلة اللي فيها وان كده بقول لينا سامي هاني اند اماد التلاتة are brothers اخواتي التلاتة بعد كده بقول لي are at my school والتلاتة فين في مدرستي يبقى هنا انا محتاج لضمير فاعل ابدأ بالجملة الجديدة وقول انهم they they are at my school two وي وبعد كده أنا بقول لي go to school on friday نذهب للمدرسة يوم الجمعة it's a holiday انها اجازة وبالتالي احنا ما بنعملش الموضوع ده ايه ابدا وابدا يعني never i like fish وبعد كده جاب لي rice عاوز اقول ان بحب السمك مع الرز وبالتالي اقول لي بقى fish with rice we can وبعد كده a video call عارفين ان video call بيجي معاها الفعل ايه برافو عليك بيجي معاها الفعل make make a video call with our cousins in england five add the website اللي هو موقع الانترنت and find some information واوجد بعض المعلومات يبقى عاوز اقولك هنا look look at اما هنا my grandfather can't see well يعني جدت جدي هنا جدي ما بيشوفش بشكل كويس he needs to wear وبالتالي هو يحتاج ان يرتدي اباه النظارة اللي هي glasses when i was young عندما كنت صغيرا يعني الكلام ده فين في الماضح i used to build انا اعتدت ان ايه ان ابني اعتدت ان انا ابني بقى on the beach ع الشاطئ كنت بتبني ع الشاطئ اكيد كنت ابني حاجة اسمها كلها عراملية اللي هي sand castles Egypt is a great مصر هي a great e in africa طبعا هي مصر ده دولة ودولة يعني يعني country nine are dried grapes يعني عنب مقفف ايه العنب المقفف اللي هو الزبيب والزبيب يعني يعني raisins my mother's food has a good يعني امي اللي هو الطعام بتاع امي له ايه بقى جيد له مزاق جيد ومزاق يعني taste ويقع اطلابت ما بينها وما بين الاولانية اللي هي test ومعناها اختبار لكن دي تنتق taste سؤال سؤال نومبر معنا سؤال اللي هو تصحي الخطأ هنا في نومبر وان كده بقولي داز مونا ان سارا لايك بينتينج خدت بالك هنا ان مونا و سارا ده اسم جامع او فعل جامع بالتالي الفعل الجامعي تسل عنه بدو مش بداز داز ديت تجي لو لو كان مستخدم بس واحدة فيهم بس وليكن مسلا داز مونا لايك من غير صار طبعا عارفين ان بعد المضارع المستمر بتحط للفعل بنشيل بال اس نرجعه المصدر وبعد نحط يعني يعني هما بشربوا شاي لو خدت بالك هنا بقى هنا جايب لي صفة ملكية وصفة الملكية طبعا ما بيجيش في آخر الجملة ده لازم يجي بعدها اسم زي ما تقول مثلا لكن ايه اللي تيجي في آخر الجملة وملكية هو ضمير الملكية وضمير الملكية منها هو ايه يعني البيت ده ملكنا بتاعنا لأ ده المفروض هنا بقى الوايد بورد ده مفرد يبقى ما تجيبش معاها يبقى تقول لي ايه ويوجد صبورة ايه بيضاء السؤال السؤال اللي معنا بعد كده سؤال البراجراف وده آخر سؤال معنا في الاختبار النهاردة العنوان بتاع البراجراف كده افاملي بارتي يعني حفلة العائلة تعالى كده اللي نشوف كتبنا الموضوع ده ازاي افاملي بارتي الاسبوع الماضي ولما بتبدأ بلاس ويك او يسر ده وتجيب بعدها جملة جملة لازما لازما تحط بعدها كما عائلتي اقامت في الماضي بقى اقامت حفلة كبيرة في منزلنا وكلمة يعني دعونا دعانا مين بقى يعني اقاربنا واحفظ الكلمة دي وكمان انا دعيت اصدقائي ايضا اشترينا بعض الكيك كده والعصير استمعنا الى الموسيقى يعني ايه يعني انا عزفت على البيانو بعرف عزف على البيانو يعني يعني كل شخص كل شخص يبقى يعني ايه الكلام ده يعني 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 انا بقولك هنا ان كل شخص سقف ليا سقف ليا واغبروني ان انا بعزف على البيانو بشكل جيد بعد كده بقولك ايه يعني انتقضت ايه سيلفي كتير مع ولاد عمي وصحابي لعبنا العاب كده في الحديقة بتاعتنا كمان يعني يعني ايه لعبنا العاب كانت حفلة رائعة كنا كده بنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة واتمنى الفيديو تكون عجابكم ما تنسوش بقى ضروري تدعمونا بلايك وتعليق واشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس وعملوا شير كتير لفيديوهاتنا على الفيسبوك عشان تساعدونا في وصول القناة لمزيد من الطلبة وشكوكم ده على خير وتابعونا خلال الفترة اللي جاد عشان هتبقى كلها حل امتحنات ومراجعات وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله